اه في سياق خطة شعبة ودائرة التدريب والتاهيل بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحة لحضر موتة بتنفيذ برامجها التدريبية للعام الدراسي الحالي اقد بالقاعة الكبرى بالمكتب ورشة عمل تخصصية في مجال الاعلام التربوي سدفت الكوادر التربوية والاعلامية بحضور قيادة العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات وفي مستهل اعمال الورشة اكد مدير تربية الساحل الاستاذ امين بعباد على دور الاعلام التربوي في المساهمة لرسم سياسة وتوجهة قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة في تحقيق اهداف ورسالة التربية السامية واشهدها بجهود كوادر الاعلام التربوي بالمحافظة والمديريات في ابراز النشاطات المختلفة التي تسهم في استقرار العملية التربوية والتعليمية